اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمساعد بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب وضيفينا الكريم. معالي الأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمساعد بيانية. يا حياك الله وبيعك سيدي. اليوم نكمل رحلتنا مع سئلة السادة المشاهدين. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند سؤال الأخ محمد عبد المطالب من العين. وورد لفظ قوم مع قوم لوت في كل القرآن الكريم عدا سورة قاف. جاء قوله تبارك وتعالى إخوان لوت. وتوعدنا مع السادة المشاهدين أن نفرد لها حلقة حتى نستمع إلى تفصيل القول من حضرتك. إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين. ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين. أولا قوله إنه جاءت في كل القرآن كلمة قوم لوت. قوم لوت. قلنا ليس دقيقا. حقيقة. لأنه جاءت كلمة أخوهم لوت وإخوان لوت في القرآن أيضا. هذه الآية التي أمام الأخوة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسي وثمود. هذه الآية التي سنقف عندها إن شاء الله. إن شاء الله. لكن عندنا قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوت. ووردت في سورة هود الآية 70 والآية الرابعة والسبعين والآية التاسعة والثمانين. وفي سورة الحج الآية الثالثة والأربعين. والشعراء الآية الستين بعد المئة. وفي صاد الآية الثالثة عشر. وفي القمر الآية الثالثة والثلاثين. قوم لوت. نعم. في سورة الحجر في الآية التاسعة والخمسين. وردت آل لوت. والآية الحادية والستين أيضا في الحجر. وردت آل لوت. وفي النمل في السادسة والخمسين. وردت آل لوت. جميل. وفي القمر الرابعة والثلاثين. وردت آل لوت. وفي الشعراء وردت أخوهم لوت. وفي قاف إخوانه لوت. إذن هي منوعة حقيقة بأكثر من سورة لكن نحن نقف عند كلمة قوم لوط أو إخوان لوط في سورة قاف السبب في هذا الذي جعلنا حقيقة نتوقف عندها أن هناك طائفة من الناس أفتى علماء الأمة جميعا بأنهم خارجون من الدين لأنه غيروا في تعاليم الإسلام وكبيرهم ادعى النبوة ادعى أنه يوحى إليه ادعى أنه حلت فيه روح الله إلى آخره ولا أحب أن أذكر هذه الطائفة هؤلاء يقدسون الرقم 19 وقالوا في القرآن هذا الرقم ظاهر ووارد وإذا قسمنا هذا العدد على 19 ينقسم وإذا جمعنا هذا العدد مع هذا العدد وقسمنا على 19 ينقسم إلى آخره من كلام نحن تكلمنا عليه بتأليف أحدهم كتابا في هذا وأفردنا له يكاد يكون حلقة كاملة للكتاب وللرد عليه وبينا كيف أنه أنكر المعجزات وكيف أنه معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قال أنه غير أو يريد أن يغير في عقيدة الأمة ما أجمعت عليه الأمة في وقته وحذرنا حقيقة قلنا مسألة هذا الرقم هذه الأرقام الواردة في القرآن الكريم تأخذ كما هي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية عليها 19 في النار 19 سبع سماوات أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع مثنى وثلاثة ورباع يعني ما في داعي الإنسان يبدأ يقسم هذه الآيات والفجر والعينة عشر والعينة عشر تنقسم على عشرة ولا تنقسم على سبعة مجموعة هذه وهذه تنقسم على سبعة القرآن الكريم كتاب هداية كتاب حياة للناس وليس كتاب جمع أرقام وتقسيم أرقام وإلى آخره من هذا الكلام طبيعة الحال مسألة الرقم يعني تدعونا إلى أن نتذكر كيف كتب المصحف قبل هذه هم قل إذا قيل قوم ملود في هذه السورة ينكسر العدد 19 أما إخوان بها ينضبط العدد 19 هم يقولون هذا حقيقة لكن هذا غير صحيح هذا الكلام غلط يعني هم يقولون أنه لو جمعنا القافات في سورة قاف تكون سبعة وخمسين قافا طيب تنقسم على تسعة عشر هذا كذب لا تكون سبعة وخمسين وسأثبت ذلك ستثبت نعم إن شاء الله تعالى لكن بعد أن أبين خط المصحف كيف يكون جمع المصحف كما هو معلوم تم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجمع الأول نعم وكان بطريقة من التحقيق هي في أعلى درجات علم التحقيق في تحقيق النصوص نعم بمعنى أن هناك لجنة كان يرأسها زيد بن ثابت مجموعة هم حفظا للقرآن يعني هو يحفظ سورة البقرة بتسلسل آياتها لم يكتبها وإنما ذهب يبحث من معه الآية الفلانية من سورة البقرة مكتوبة يعني ليس على الحفظ طيب فجمعوه مكتوبا يعني جمعوا الآيات على ما هو مكتوب وصاروا يدونون فدونوا نسخة واحدة مما هو مدون عند الناس نعم يعني من نسخ متعددة أن هذه الآية لها أكثر من نسخة بنفس الصيغة بنفس الكلام فثبتت وليس فقط على حفظهم في زمن عثمان رضي الله عنه أريد أن ينسخ عدد من النسخ من القرآن نعم فقاموا بالعمل نفسه لكنه ألف لجنة كما في البخاري وغيره في الحقيقة يقول حدثنا محمد كذا عن الزهري عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق يعني الصحابة تفرقوا في الآفاق وكل أقرأ نعم والقبائل كانت في الآفاق هذه القبيلة تقرأ هكذا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بلهجتها من دون إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة لأن نسخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عليه رضي الله كانت عنده ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه ولما استشهد انتقلت إلى حفصة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت عمر رضي الله عنه فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت رئيس اللجنة السابقة نعم وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ننسخ الصحفة في المصاحف وقال للرهط القرشيين الثلاثة ثلاثة من القريش وواحد من الأنصار نعم ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم حتى نسخ الصحفة في المصاحف وبعث عثمان إلى الآفاق عبارة ما اختلفتم أنتم فاكتبوه بلسان قريش تدل دلالة قاطعة على أنه المصحف لم يكتب رسما بوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام اكتبوا الألف هنا ولا تكتبوا الألف هنا واكتبوا الوا هنا معنى لم يحصل هذا منه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني لما نقول رسم المصحف توقيف يعني على ما رسمه الصحابة وليس بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أكتبوا هنا واوا و أكتبوا هنا تاء لا يقوي ذلك أيضا تكملة الحديث وحدثني خارج بن زيد بن ثابت يعني أن أباه قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و يحفظها و الآخرون يحفظونها لكن أراد نسخة مكتوبة فوجدها عند خزيمة و دونة و شهادة خزيمة بشهادة رجلين كانت تعاد فثبتها في موضعها على حفظهم لأن هذا كان محفوظا فأرادوا شيئا مكتوبا لذلك نقول حقق على أعلى درجات التحقيق فكتب الزهري قل فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال القرشيون التابوت و قال زيد التابوه هذا معنى أنه كانوا يكتبون على سماعهم بلهجاتهم بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار كانوا يسمون هذا الشيء الذي يوضع فيه الميت التابوه جئنا بالتابوه اشترينا تابوها هكذا يقولون لا قرشي تابوت التابوت التابوت التابوتي هكذا يكون فإذا معنى و زيد كان كاتب الوحي معنى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له اكتب تاء طويلة أو اكتب تاء قصيرة لكن بما قرأ تابوت هذا والأنصار كانوا يقرؤون التابوه وأجاز لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فمعنى ما كان مدونا بهذه الطريقة فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه قالوا اكتبوه التابوت فإنه نزل بلغة قريش نستفيد من كل هذا أن رسم المصحف ليس بوحي من الله عز وجل الوحي الذي كان من الله عز وجل هو الصوت والرسول عليه الصلاة والسلام نطق به صوتا وهذا الرسم هو رسم الناس في ذلك الزمان ينبني على هذا أنه لما نأتي إلى القاف ونجدها مرسوم قافا واحدة بينما هي في النطق تنطقوا بقافين معنى ينبغي أن تحسب على النطق قافين طبعا يعني هي قاف هم ماذا صنعوا هؤلاء الدجالون أصحاب التسع عشر قالوا هذه قاف واحدة يعني لما جاءوا مثلا إلى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد في صورة قاف قالوا هذا واحد فحق هذه قاف واحدة لأن صورتها واحدة ما موضوع شده الآن الأطفال في السنة الأولى في المدارس هنا في الإمارات عندهم شيء يعلمونه لهم وهو تحليل العبارة لما تقول للطفل حلل كلمة فحق وعيد وليجرب الأخوة المشاهدون مع أبنائهم في السنة الأولى يقول لحلل كلمة فحق وعيد سيجد أنه يكتب فحق قا وعيد طفل فلما الطفل يكتب فحق قا يعني سيكتب قافين بالتحليل فلما يأتي هذا ويقول لي وهذه أمام الأخوة المشاهدين فحق قا هي قافان هذا الأمر تكرر في ثمانية مواضع في القرآن في السورة في هذه السورة قاف مشددة هم لا يحسبون الإضغام هذا التشديد يحسبونه واحد هي في النطق قافان هم يحسبونها قافا واحد قافا واحدة فقالوا إذا صار المجموع 57 لا المجموع ليس 57 أنت خذ على السماع لأن كان ممكن أن القرآن الكريم يكتب بخط آخر لو كان لهم خط آخر كان كتبوه بذلك الخط والدراسة العلمية المتتبعة لتطور الخط العربي نحن ينبغي أن نبني على ما صنع الآخرون هناك دراسات علمية عن تطور الخط العربي أخذوه من الخط المسند ومن انتقال الخط المسند إلى بلاد الشام ومن عمل الأنباط الذين هم عبارة عن خليط من العرب والآراميين وكيف تطور الخط عندهم والآثار الموجودة بالتنقيبات التي وجدها المستشرقون لم نجدها نحن وجدوا تدرجا في تطوير الخط العربي إلى أن وصل إلى الصورة التي كتب بها الصحابة وكانت بعض الأحرف غير مستقرة الألف أحيانا ترسم وأحيانا لا ترسم وهكذا جاءت في المصحف صحيح وتغير الخط أيضا وتطور حتى وصل إلينا بعد ذلك استمر التطور لكن كلامنا ما أحدك عرضنا أن نتف من المصحف قديمة عرضنا مرة صورا من هذا فهذا رسمهم في ذلك الزمن ثم استمر التطور إلى أن ثبتت الهمزة رسمت ما كانت مرسومة يعني كانت كلمة السماء تكتب السماء من غير همزة وتنطق السماء لأن القرآن محفوظ القرآن يحفظ قال يا أبو نية دع المصحف وخذ من أفواه الرجال صحيح لا تأخذ القرآن عن مصحفين لأنه يقرأ في المصحف قال ذلك الكتاب لا زيت فيه لأنه أبوه كان يبيع الزيت أبوه كان يبيع الزيت زيت القناديل فهو كان يتصور أنه القرآن يضيء من غير زيت فبدل لا ريب فيه قرأ لا زيت فيه لا زيت فيه فأبوه قال يا أبو نية دع المصحف وخذ من أفواه الرجال لا تقرأ أنت بنفسك تعلم بالسماع فهم كانوا يقرؤونها هكذا فلما نأتي الآن إلى هذه الآية فإذا يعني قولهم تسعة عشر تقسيم هذا على تسعة غير صحيح يبقى في كل موطن لما قال آل هم درسوا لغة العربية يعني هم يعرفون القصر والأسماء المنقوصة والمقصولة والقواعد الكتاب لا أعرف هذا لكن لا شك أن فيهم من يعرف العربية واضح من هذا فحق مثلا أنهم ما عرفوا هو ليس فحق وإنما عندنا آيات كما أقول في ثمانية مواضع يعني مجملة مع حضرتك نعم يعني مثلا في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان مثلا إذ يتلقى المتلقيان هذه أربع قافات يتلقى المتلقيان عدوها قافين وهكذا يعني ممكن المشاهد الكريم يرجع إلى سورة قاف وسيجد أنها لا يمكن أن تكون سبعة وخمسين وإنما إضفلها في ثمانية مواضع هي قافان 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 وهم جعلوها قافا واحدا لغرض في نفوسهم نعم لكن يبقى السؤال هو في أماكن قال آل لوت هنا قال أماكن قال قوم قوم لوت في أماكن قال إخوان لوت هنا نفتش عن الاختيار يعني آل لوت قيلت هنا لماذا وقوم نجد نعم قوم لوت هنا لماذا قيل يعني هل كان ممكن أنه في كل الأماكن يقال قوم لوت وتنتهي المسألة لما هذا التنويع هو التنويع ليس مع لفظة لوت فقط وإنما التنويع كان مع أسماء أنبياء آخرين حقيقة مثل مع هود مثلا عندنا قوم هود وعندنا أخاهم هودا وعندنا أخاهم هود قوم صالح أيضا نفس الشيء يعني مرة يقول أخوهم مرة يقول أخاهم مرة يقول قوم بحسب مواضعها فلكن هنا لما نأتي إلى الآية هذه التي هي أمام الأخوة المشاهدين لينظروا إليها هناك نوع من التناسق في هذه الآية تناسق المواضع عندنا كلمة قوم تكررت مرتين وكلمة أصحاب تكررت مرتين نعم وجاءت كلمة إخوان كأنها مرحلة وسط بين هذه وهذه بمعنى لو قيل في هذا المكان وإخواء وقوم لوط ستكون كلمة قوم تكررت ثلاث مرات وكلمة أصحاب تكررت في الآية مرتين في نفس الآية كان في الآيتين كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود هذه الآية الثانية عشرة وعاد وفرعون وإخوان لوط هذه الثالث عشرة وأصحاب الأيكة وقوم تبعين كل كذب الرسل فحقه وعيد إذن عندي الآية 12 فيها قوم وأصحاب الآية الرابعة عشرة فيها قوم وأصحاب الآية الثالث عشرة في الوسط جاءت إخوان كأنها توازن من حيث الموازنة اللفظية هذه واحدة فإذن هي نوع من الموازنة وهم إخوان لوط هم قوم لوط نعم لما ننظر شيئا آخر وهو الجانب لنقل الجانب الصوتي نلاحظ أن كلمت يعني الآية الثالثة عشرة وعاد وفرعون وإخوان لوط على طريقة طالب الأول الإبتدائي في التحليل نعم في تحليل العبارة نجد أنها مكونة من إثنى عشرة مقطعا الآية التي قبلها لو أخذنا الإثنى عشرة مقطعا فيها التي هي قوة مو من كلمة مو مو نوح وأصحاب الرسي وثامود يعني هذا التجانس الصوتي لنقل نبتعد عن كلمة الموسيقى نعم التجانس الصوتي نجد أن عندنا طبعا مقاطع قصيرة بنفس العدد خمسة بخمسة خمسة مقاطع قصيرة هنا خمسة مقاطع قصيرة هنا هذا التناسق المقاطع الطويلة حن أص بر رس أربعة مقاطع طويلة في الآية الأولى أربعة مقاطع طويلة في الآية الثانية مغلقة المقطع الطويل المغلق المتكون من حرفين بينهما حركة نعم ونجد مقطعين طويلين مفتوحين يعني متكون من حرف وحركة طويلة نعم وهي نو وح يقابلها ع و و في الآية الثانية الأخوة المشاهدون ممكن أن يرونها هذه بالأحمر أنا كتبتها في الآية الأولى نو هذا طويل مفتوح ح طويل مفتوح يقابله ع طويل مفتوح و طويل مفتوح لو أنه كان في غير القرآن بدل وإخوان لوط وقوم لوط سيحذف أو يسقط مقطع طويل مفتوح فيكون تخلخل في تناسق الصوت نعم راح يكون عندنا خمسة قصير خمسة قصير أربعة طويل مغلق أربعة طويل مغلق هنا سيكون مقطعان طويلان مفتوحان هنا سيكون مقطع طويل واحد مفتوح ويكون في هذه الآية أحد عشر مقطعان وذلك الآية اثنى عشر مقطعان يختل عدد المقاطع لو قيل هنا وقوم لوط يعني سيسقط مقطع طويل مفتوح فهذا التناسق الصوتي سيفوت عند ذلك فإذا اختيار كلمة وإخوان لوطنا أولا فيه فائدة في الفصل بين الآيتين أصحاب وقوم أصحاب وقوم هنا أصحاب وقوم هنا جاءت إخوان الأمر الثاني في هذا التناسق في الصوت بالنسبة للمقاطع الطويلة المفتوحة وفي عدد المقاطع ولذلك نحن نقول يعني هذا الاهتمام أو هذه العناية تغيير الكلمة هنا بكلمة أخرى ليس من أجل أرقام وإنما من أجل المعنى وحاولة يعني الربط من حيث المعنى ومن حيث الجانب الصوتي نعم هكذا لغويا حضرتك ما الفرق بين قوم وأصحاب وآل وإخوان القوم الرجلي هم أهله بالصورة الواسعة القبيلة يعني فلان من قوم كذا وقد يكون أوسع من القبيلة القوم يعني العرب قوم العرب قوم قوم نعم فقوم فلان وقد يطلق على القبيلة أنها قوم فلان نعم هؤلاء قوم فلان الآل هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الزوجة والأهل والآل من معانيه نعم ومن معانيه الأتباع أيضا الآل يعني أتباع الرجل آله أقل من القوم لكن أتباعه يعني الذين تبعوه كثر لكن قومه أكثر من الآل القوم أكثر من الآل القوم أوسع نعم الإخوان الأقرب أقرب من الآل أقرب من الآل عند ذلك لأن الآل كما قلت قد يكون فيها الأتباع ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني أتباعه أما أهله فهم المقربون بل أن القرآن الكريم حقيقة يعني استعمل كلمة الأهل في الزوجة صحيح يعني الأسلوب القرآني الاستعمال القرآني نعم يعني استعملها على أنه ممكن أن تطلق على الذرية أو الأقارب بحسب الحديث المشهور حديث أم سلم نعم يعني فيها فوارق حقيقة وفي بحسب السياق يعني لو استعرضنا حتى نحن لا نريد أن نطيل في السؤال الواحد لكن هذا لأهميتها طالنا فيه لو جئنا لكل آية استعمل فيها كلمة قوم هنا استعملت كلمة آل هنا بالنسبة لآل وط حقيقة لم تستعمل إلا في الثناء عليهم يعني لما يثني عليهم لما يذكرهم بخير يستعمل كلمة آل لا يستعمل معهم كلمة قوم نعم بارك الله فيكم فصل قصير ونأخذ بعض الاتصالات الهاتفية مشاهدين الكلام نرحب بأسئلتكم واستفسارتكم للأستاذ الدكتور حسام سعيد النعم بعد هذا الفصل كونوا معنا شاهدين الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا نرحب وضيفين الكريم معاocc السيد الدكتور وجاءู مساء سعيد النعم مرحبا بحضرتكم حياك الله سإبل إلى سوريا ومعنا الأخ حمد السلام عليكم أليم أخ حمد الأخ حمد تفضل مرحبا أخ حمد تفضل السلام عليكم وعلاكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء أحبك الله الذي أحبتنا فيه وعندي سؤال يعني ممكن أنه خاص بالحلقة الماضية بالقرآن الكريم لما رب العالمين ذكر أنه النبي الله موسى فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما بينما لما نبي الله يوسف عليه السلام قال رب العالمين فلما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما كلمة أستوى ليش وقعت عند نبي الله موسى ولم تقع عند نبي الله يوسف حاضر طيب شيخ ممكن أسئلة ثانية تفضل كم سؤال الواحدة وشي مسموح له يسأل عشر كيفما جئت كويس تفضل طيب بس خرج الحلقة ممكن يا شيخ لا مش ممكن أنا معنا لما ساتبينية نعم داخل الحلقة لا بأس يعني داخل الحلقة لا بأس طيب في آية بتقول أتق الله الذي تساءلون به والأرحام نعم واتقوا الله نعم ما المقصود بهذه الآية يعني طيب حاضر جيد برك الله فيك إلى العراق أخت أم خالد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي هل ممكن أن أسأل طبعا نتفضل حضرتك هناك في سورة النساء نعم الآية 17 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوهون من قريب نعم ثم يأتي اللفظ في الآية 17 وليست التوبة الذين يعملون السيئات فهل هناك فرق بين التعبير الأول حاضر حاضر جزاكم الله وخيرا برك الله فيك وجزاكم خيرا مثلا على العراق أيضا الأخ أبو أحمد السلام عليكم أخ أبو أحمد بن العراق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حياك الله الحمد لله يا أبو أحمد كيف حالك يا دكتور الله يحفظك بارك الله فيك نسأل الله لك وليأخوانك جميعا الحفظ أحمد الله وإحفظك حال العراق يا دكتور الله يحفظ أهل العراق جميعا يا رب تضر أخوانك الله يبارك بيك هذه المرة الثانية التي أتصل بكم يا دكتور حياك الله وللأسف ونحن نعذركم لأنه لم نسمع أجوبة الأسئلة التي سألناها في المرة السابقة بإذن الله تعالف القريب العاجل حاضر يا أخوانك ونحن نعذركم لكثرة الأسئلة مبارك الله فيك الله يكرمك هل أديك من أسئلة جديدة ونحن نصممون على السؤال طب ونحن نرحب بهذا التساؤل تفضل عفوا يا دكتور بقوله تعالى في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم نعم فأنا أعرف ومع أنني لست لغويا فأنا مهندس أن قد قبل الفعل المضارع هو حرف تقنين حاضر فلماذا استعملت هنا حاضر بإذن الله بارك الله فيك أخي أحمد شكرا لك تصالحتي في آخر إلى المملكة العربية السعودية أخت شروق السلام عليكم شروق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخت شروق تفضل تخفض صوت التلفاز بعد الشيء شروق أيوة أماما يزاكم الله كل خير يا شيخ عن أمة الإسلام وإياك إن شاء الله لو سمحت دكتور بأسأل في القرآن بيمر علينا وكذلك نصرف الآيات وكذلك نفصل الآيات نعم بدي بس أعرف الصرف بينهم ومتى بتيجي هذه اللغة ومتى في اللغة حاضر وبعدين في آيات تانية مثلا قدخلوا في أممين قدخلت من قبلكم من الجن والإنس وأحياناً تيجي من الإنس والجن يعني تيجي الإنس قبل الجن وأحياناً جن قبل الإنس حاضر وشكراً كثير دكتور بارك الله فيك حاضر الأخ فيصل من الأردن السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركاته تفضل يا أخي فيصل مرحباً السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تحية لك وللدكتور حسام حياك الله سيدي سؤال يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم القسم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين نعم ولكم الشكر ما هذا السؤال القسم بهذا نعم حاضر القسم ما المعنى بالقسم بهذا حاضر حاضر برك الله فيك أخ قصدي من الجزائر السلام عليكم حاول اتصال بنا مرة ثانية معنا اتصال هاتفي السلام عليكم إلى العراق مرة أخرى أخي عبد العزيز السلام عليكم مرحبا مرحبا أخي عبد العزيز اتفضل اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي للدكتور حسام النعامي نعم عندما قال الله سبحانه وتعالى اللي بني إسرائيل على لسان موسى بسم الله الرحمن الرحيم ودخل الباب سجدا وقوله حقة نعم نعم نغفر لكم لماذا جاءت حقة مرفوعة بالظام ولم حاضر ولم تكون مرصوبة بالفتح حاضر حاضر ضمن المعارض السابعة النكر المخصصة وشكرا حاضر الى الصين اخ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا اخ احمد حياك الله اخي اخ احمد الارسال جيد عندكم في الصين والله يضعيش شوي هلو تتابعون قناة الشريقة في الصين اخ احمد نعم نتبعها بالسمر الحمد لله بارك الله فيك ايا لكم وبكم ان شاء الله اي اتفضل سيدي الحمد لله وياكم ان شاء الله اتفضل الو ايو اخ احمد معك اتفضل نا الو مرحبا اتفضل اخ احمد نسمعك حياك الله يا اخي حياك الله هو بياك يا اخي انا لدي شؤال لدكتور الفاضل نعم وان كان حقيقة يعني واحد يحرق ان يطرح مثل هذه الاسئلة البسيطة ولكن لجام علينا ان نتعلم وعلى الدكاتر ان يجيبونا طبع ولهذا نقدم لكم برامج هذه فسؤالي يا دكتور الله سبحانه وتعالى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم هناك ولكن الله يهدي من يشاء نعم نعم وهناك الحديثة النبوي الشريف الذي يقول فيما معناه كلكم يدخل الجنة الا من اباء قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد اباء نعم طيب وهنا يعني انا احب ان اسأل الارتباط بين كلمة الاشياء في هذه الاية انك لا تهدي من احبت ولكن الله يهدي من يشاء الاشياء هنا يعني بعض الناس افهمة عن الاشياء يعود الى الشخص من اراد ان يهتدي وسعى لها الله ساقه الهداية يعني اختباتا ذلك من الحديث والبعض الاخر ينظر انها مشيئة الله اذا اراد الله له الهداية تهتدى نعم حاضر فكيف نفهم هذه الآية والحديث حاضر ان شاء الله عبيد من الله رب العالمين شكرا لك يا خحمد وجزاكم خيرا بارك الله فيك تحياتنا للجلال المسلمة بالصين وبسؤال لخ أحمد نأتوياكم الى نهاية هذه الحلقة شكرا لك دكتور حسام نلتق لكم في حلقة جزاك الله خيرا يا باسي بارك الله فيك حاضر لتك وجزاكم خيرا ان شاء الله بارك الله فيك والسلامة وغنمت مشاهدين الكرام أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الأسادة الدكتور حسام سعيد النائمي وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين مع لمسة أخرى من لمسات بيانية نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم 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 شكرا لكم